بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من عبادك القليل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد عنوان هذه الدقائق التي سأحدثكم فيها اللهم اجعلنا من القليل ليه؟ لأننا في هذه الأيام نرى الناس تغتر بالكسرة اللي يعمل الخطأ يقول لك ما كل الناس هو بتعمل كده عادي لا مش عادي مش ما كل الناس بتعمل كده عادي لا إحنا بنشوف ربنا عايز إيه؟ ونعمل اللي ربنا طلبوا منا وربنا نهانا عن إيه؟ وننتهي حيث نهانا الله سبحانه وتعالى أن يراك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك عشان كده دايما القرآن الكريم بيمدح القلة الصادقة ويذم الكثرة البعيدة عن طريق الله شوف رب العالمين بيقول إيه؟ وقليل من عبادي الشكور ويقول أيضا وما آمن معه إلا قليل ويقول أيضا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه؟ وقليل ماهم فالقلة دائما في القرآن محمودة كن على الطريق الصحيح لا يضرك يعني قلة السالكين في هذا الطريق الصحيح ولا يغرنك أيضا كثرة الهالكين في الطريق الخطأ إياك إياك أن تقع في هذا سيدنا عشان كده إحنا بنجد الآن كثير من الناس على الضلالة وعلى الخطأ ويتبعهم جم غفير من الناس إحذر أن تغتر بهذا دا استدراج والعياذ بالله خد بالك إن كان الرجل الذي يتبعه خلق كثير على الطريق الصحيح فتلك بركة من الله سبحانه وتعالى وإن كان على الخطأ احذر أن تنزلق متبعا ذلك سيدنا الإمام علي بن أبي طالب بيقول إيه ما أبقى خفقن عالي وراء الحمقى من عقولهم شيئا يعني الناس اللي بتجري وراء الحمقى وتسمعهم وتهتم بيهم وتنتشب كلمهم وعدد كثير جدا بيطير عقول الحمقى لما يجد ناس كثيرين يسيرون خلفه يقول لك أنا صح يظن أنه على الصواب مش يحرر أفعاله وأقواله على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهاج أهل الإيمان لا هو طالما في ناس كثير يسيرون خلفه يتبعون ويبه هو صح وده خطأ تاني سيدنا علي بيقول إيه ما أبقى خفقن عالي وراء الحمقى من عقولهم شيئا طب ما تيجي نسمع رأي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سيدنا رسول الله حكم سيدنا رسول الله في المسألة دي تعال شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح الذي جاء في البخاري وفي مسلم وفي كثير جدا من دووين الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إنما الناس اسمع إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة ده في دووين الحديث عند البخاري لفظ البخاري إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة يبقى البخاري مزود الألف والإيه واللام والغريب إن البخاري كما يقول شراح الحديث يقولون أن البخاري وضع هذا الحديث في باب رفع الأمانة يعني ده هيكون إمتى كمان هيكون أكثر إمتى في آخر الزمن اللي احنا في النهار ده ده النبي أيام صلى الله عليه وسلم في أيام حضرة النبي بيقول إيه الناس إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة يعني إيه يعني الناس في زمن النبي زي لما تأتي بمئة مئة من الإبل ما فيش واحدة فيهم تصلح للركوب فيش واحدة فيهم تصلح للركوب عدد فقط النبي بيشبه الناس كده في زمانه إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة أما للنهار ده يكون الناس كائب الكام ده انت ممكن تطلع من المليون واحد من العشرة الاف واحد من المئة الف تطلع منهم واحد ينفع تعشره ينفع تسق فيه يعني يعول عليه تهتم به انما الناس كائب الانمئة لا تكادوا تجدوا فيها راحلة يعني من كل مئة واحد ممكن تجد واحد ينفع تصحبه تعتمد عليه تعشره تسق فيه دينه صحيح عقله سليم نفسيته صحيحة واحد بس من مئة ده ايام النبي امال النهار ده كام النهار ده كام من كل مئة الف تطلع واحد ولا من كل مليون تطلع واحد عشان كده شراح الحديث يقول ابن بطال يقول لك ايه ومعنى الحديث ان الناس الكثرة منهم غير صالح والمرضي عنهم قليل المرضي عنهم من الناس ايه قليل قلة واخد بالك يبدا معنى هذا الايه هذا الحديث يعني كأنك بتأتي بمئة ناقة لا تجد لا تكاد تجد فيها واحدة صالحة للايه للركوب ليه اهو حتى الامام البخاري وضع هذا الحديث في باب رفع الامانة رفع الامانة فاحنا في اخر الزمان الصفة دي بتتجسد واضحة امامنا القليل هو الصالح والكثرة الكثيرة هي الفاسدة للأسف الشديد عشان كده سيدنا عمر ابن الخطاب مرة في السوق ذات مرة الاسر ده رواه ابن ابي شيبة في المصنف والامام القرطبي ايضا تحدث به وغيره وعبد الله ابن احمد ابن حنبل في الزهد لابيه ايضا قاله وغيره وغيره ان سيدنا الامام عمر ابن الخطاب كان بيمر في السوق مر ذات يوم في السوق فسمع رجلا يدعو قائلا اللهم اجعلني من عبادك القليل اللهم اجعلني من عبادك القليل فنهره سيدنا عمر يا رجل من اين اتيت بهذا الدعاء ايه الدعاء ده ايه اللهم اجعلني من القليل ده من اين اتيت بهذا الدعاء فقال الرجل إن الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل إلا الذين آمنوا يقول أيضا سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعنوا الصالحات وقليل ماهم فالقل دائما محمود في القرآن فبكى سيدنا عمر بن الخطاب وقال كل الناس أفقه منك يا عمر بكى سيدنا عمر وقال كل الناس أفقه منك يا عمر ورح رفع إيده إلى السماء وقال إيه اللهم اجعلنا من عبادك القليل اللهم اجعلنا من عبادك القليل واخد بلك فإياك أن تغتر بالكسرة في دينك أو في عقلك أو في نفسك اغتر بمن يسير على الطريق الصحيح الطريق الصحيح الكسرة في القرآن دائما مذنومة اسمع كده رب العالمين بيقول إيه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ويقول أيضا سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرشت بمؤمنين شف ويقول أيضا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يبا الكثرة غالبا بتكون مذمومة في القرآن الكريم والقلة بتكون محمودة في القرآن الكريم إذن الذي تعول عليه هو تحرير القول على الكتاب وعلى السنة لا تغتر بكثرة الناس ما ممكن كثرة الناس بتكون على البدع وعلى الضلال وعلى الخرافات وعلى هذه الأشياء وعلى الطريق الغير سوي زي العنف والقتل والأمور السيئة التي لم يكن عليها رسول الله ولا صحابته الكرام صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن صحابته الكرام انظر فاخد بالك معايا من الكلام ده لله در الفضيل بن عياد الفضيل بن عياد ده بيقول إيه أسلك سبيل الهدى ولا يضرك كلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين أسلك أهو الفضيل بن عياد بيقول إيه أسلك سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين الكثرة اللي عبدالالة دي هالك أوعى تغتر بيها القلة اللي في سبيل الهدى دي دي يعني ما تظنش ان القلة فيهم بهم خطأ أبدا يا أخي طوبة للغرباء احنا النهاردة في آخر الزمان بتجد الإنسان الصحيح المستقيم على طريق الله ورسوله غريب بين الناس فطوبة للغرباء ان هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء فطوبة للغرباء فاخد بالك من هذا الكلام أرجع إلى ما بدأت به مرة أخرى وأقول ما قاله الإمام علي بن أبي طالب ما أبقى خفق النعال وراء الحمق من عقولهم شيئا ما أبقى خفق النعال وراء الحمق من عقولهم شيئا فخلي بالك امشي وراء الكتاب وراء السنة اوعى تمشي وراء الجمهور الكثير الذي قد يجتمع على غير الصواب نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأرشد أمرنا وأن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا سالكين بحزم وقوة وثبات على الطريق المستقيم مهما حدث مهما كانت التضحيات والأمور إلا أننا أقدامنا ستظل بتوفيق الله وبحول الله وبقوة الله على الطريق الصواب لن نتزحزح عنه بفضل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الثبات لنا ولكم ولكل راغب في الثبات على طريق الله اللهم آمين آمين رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته